السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشراكم خياتي جزبا تكونوا كاملة بس انتم تشوفوا في هاد الفيديو تاليوم هاد الفيديو اللي راكم تشوفوا في الفوتو او الفيديو هي الجوزية وحنطيها لكم بطريقة مفصلة سهلة وني تغمو متخ نيوالو ودرتها بلمستي الخاصة حاجة واحدة نطلبها منكم خياتي أنكم تدعو لي غير بدعاوي الخير كاللي حبي يسترزق منها بشي مشروب ديروها بالجوز تقدر ديروها باللوز تقدر ديروها بالكاكو ديروها ما حبيتو لبلوزان بخطاء انكم تنجحوا في الوصفة بسم الله هبديد وعنبي صليت عليه الصلاة والسلام بسم الله هنا عندي ربعمية وخمسين قرام عسل نوخ سمرجا لي حبيته عندي ميتين وخمسين قرام غليكوز ميتين وخمسين قرام سكر حرش او سكر عادي وعندي هنا يا ميات نميلي ليتر هاكا كاببخي واحدة ربع كاس تاع الماء عادي اه كوشته المقادر انجيب الكاسر هنا او كما يقولوا كاي اللي يقولوا لها طاوة رايح انفرغ الميتين وخمسين قرام تاع السكر حريش او سكر عادي اريح اننزيد عليهم هادة العسل اه عادي 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 اه من class يعني او مياتين وخمسين قرام تاع شيئا او بمياتين مع depois عندي او تنجيل كأسجرة من طريق قر بسكر ميتين وخمسين قرام جلوكوزم نضع كل المقادر كامل في الكسرونة و نضع فوق النار و نجعلها تغلي شوفوا، لن أحبت تحرير الحسن الحرن، والحسن الحرن لا يستمر في هذا الموقع حسن الحرن تحطيها بعد أن يغلي اللماء و يأخذ في هذه الفوقعات كبار و تطرمي الحسن الحرن و تجعلها تغلي هنا نقوم بإذن التحقيق هنا انا لدي 4 بيت فصلت السفرة على البيض انتبه في البيتخان، انتبه لا تدروا بالباطق نحركها بالمغرفة ونرى الوقت الذي نبدأ نطلع الباياد البيض نحن نقوم بتغليق في هذه المرحلة نقوم بتغليق الفقاعة نحن نقوم بتغليق الفقاعت يجب أن نذهب للبيض نقوم بتطلع في البيض مع رشات ملح البكور الملح سوف يخرج لكم لمعين وهايلين بعد مرور 1-4 ساعة سوف نقوم بالتست الملح سوف نقوم بالتستهار نقوم بالتستهار نقوم بالتستهار لنقوم بالتستهار نقوم الملح سوف نقوم بالتستهار نقوم بالتستهار الملح سوف ننطفق ضمن فرق سوف نحن بالتستهار نقصت السرعة قلت و نرمي فيه انفيل نقصت و نرمي فيه انفيل حتى نكمل كامل مشكيف الكسر هنا مناحضة ننصيتها مهمة انني احضرت بحضل ربع مئة غرام ربع مئة و خمسسين سامحوني و هذا المنصر سوف اقوم بتحفيل الغلاية يجب أن تضرب الخليط مع العسل يجب أن تضرب الخليط حرش لدواء مصدر ضرب الخليط فتح قام avec مصدر فتح قد تحضير الخليط كما تعطي البيت سوف نضيف حمام مريم نضيف حمام مريم سوف نضيف حمام مريم سوف نضيف حمام مريم سوف نضيف حمام مريم نضيف حمام مريم شبرا لضيف حمام مريم لذلك يج拍 الميت قيت شب corrosا ويتم تبا وينتغى أنهم وربهم بعد فقط اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ربما إذا كنت اخذت من خلال نوته هنا نحصل على نوت بابي سيلوفان سوف نضم من خلال نوته لنضيفه ونصره هذا هو الو تست خياتي نجيب هذا الجوز بعد ما سخنته في الفرن قلت سخنته يعني الدفاع برك نرميه في هذه النوغة ونقعد نخلط ونحبط كامل يعني هنا في هذه المرحلة تخلطوا تجيكم صعيبات هذه النوغة لازم تجيكم ديفيسيل في الدخلات نجيب هذا البابي سيلوفان قد انا وزعته وحليته مسحت يدي بالزيت وانا ما كترت الزيت انتو ماشيسيو شوية كترو شوية زيت بش ما تلسق لكمش بس كونبعد انا شغول ما قدرت انحلها بس كونبعد نجيب النوغة ديالي هاهي ونفرخها كامل فوق هاداك البابي سيلوفان هادا بابي سيلوفان متاع بابيكادو هادا كالساشي دو كونجيلاسيان وانا حقا هادا بابي بابي سيلوفان حوال تجيزي أيشة حرشة هاديكية لازم توصلوا لهذا المرحانة حبيت اقول لكم تاني يعني اللي حبت تتواصل معي عبر الميسنجر ولا عندي دوتخ غيزو سوسيو عندي الفيسبوك اللي الصفحة يعني مبرتاجي بزف بزف في هالوصفات مكتوبة اللي حبت تتفضل يعني تزور الصفحة ديالي على الفيسبوك توجو لما بروفيل غتيبا وعندي تاني على تيك توك نحط تاني مواصفة مكتوبة وعندي على الانستغرام يعني وين حبيتوا وسهل تحليقهم كان لي ما عندهمش الفيسبوك وعندهم اليوتيوب كان لي عندهم اليوتيوب وما عندهمش تيك توك يحبوا فيسبوك يعني تتفضلوا عندي مواقع التواصل الاجتماعي ولي حبت الميو كونتاكت وحلا لا لا تتفضلوا معي يعني تقدرو تكون تكونتاكتيوني عبر هاد المواقع هكدا كان ليسألوني كان ديفو تسألوني على لي مرتقلوا لي صورينا ما قدش نصور لكم هنا في اليوتيوب ما كنت تواصلوا معي في الفيسبوك أكيد رايحة نصور لكم المول ونوري لكم بيانشور حسب يعني وشي كون عندكم استفسار عراني في الخدمة ومرحبا بيكم بيانشور أنا بعد ما درتها هكدا شوفوا هي هي نو ماما شوفوا هاي باردة عراني لوسواخ وكنت شوية هي لا هي راهي جامدة لبس عليها ها ولا تقدرو تخليوها فانتكات تخيغ ولا تلت سوائع ولا بجيه راي جامدة غير ما تبرد برك شوفوا النوقات يالي فالأهرباء اراحبو لم يسغل لكم بشكل اسكتها حمزة كونجيلاتور كونجيلاتور جميلاتور كونجيلاتور انا اضعوا 4 سنتيمترا المستارة وعندي حبيبات الجوز لحطيتهم سيليكتوني اباخ تحكموا لمسيحكم لازم يكون في غيمهم مادل يعني حاد وديروا شغل تدبحوا شغل تروحوا وتتولوا باش ما تهبطوه هاش يعني لو كاغي تحكم يجيكم انتخيبو كاغي مربع شباب تروحوا وتولوا كيمالا كوتشوفو هذا هو التقطيع تالجوزية هاكدا وراح ان نقسم لكم كاريمون نرفضه لكم وتشوفوا كيف اشجت ما شاء الله شوفوا خياتي وش رايكم ما شاء الله الجوز رحين تسقسوني انا در 350 قرام ابيبخي قرب 400 قرام تقدرو ديروا 400 قرام 450 لحدة ديالها شوفوا ما شاء الله راني نصور ونعاود نوغا بكامل تفاصيلها اني تغمو مادخ ما تقعدو تعسو ما تكسروا راسكم تبعو الطريقة ووش در تانايا وبيعو بايدن الله تنجحوا كامل فيها وتنستحق حاجة منكم خياتي دعوي الخير والماكس دو باختاش مع حبابكم ولا يحني طاقيوا لي تعرفوهم معارفكم هاكدا بشتكبر القناة التاعي هنا وصلنا لفعادة الفيديو شاهدكم في الجنة ان شاء الله مع لي اغنقلكم تهال الله وفير وحتيكم ادو تخيغوسات ان شاء الله سلام سلام